التالي حيث بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكذلك مكافحة التصحر إطلاق أعمال إنشاء مجمع المشاتر الرعوية والبرية على مساحة تجاوز 100 ألف متر مربع بمقره في منطقة الجوف حيث يتكون المجمع من 28 وحدة تستهدف إنتاج ما يزيد على 15 مليون شتلة سنويا ومستودع لحفظ المواد الأولية إضافة إلى منطقة تجهيز الإنتاج وكذلك منطقة التحميل بهذه الخطوة يخطط المركز لتنفيذ المجمع على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء 9 وحدات على مساحة 32 ألف متر مربع والمرحلة الثانية والأخرى هي 19 وحدة على مساحة 68 ألف متر مربع يشمل هذا الإنتاج بالطبع نباتات الروثة والرغل والضمران والأرطى والغضى والشيح والقصوم كذلك العرفج السدر الطلح السمر والأثر وغيرها من المنتجات والنباتات المحلية حيث يستهدف هذا الإنتاج تأهيل 300 ألف هكتار من أراضي المراعي حتى عام 2030 كذلك عبد العزيز المركز يعمل ضمن جهوده لتنمية الغطاء النباتي على إنشاء وتطوير المشاتل التي تعزز حاجة مشاريع التشجير الحالية للمراكز بالزراعة وإنتاج الشتلات في مواقع مشروعاته القائمة وذلك في جميع مناطق المملكة إضافة كذلك إلى تلبية متطلبات الشركاء وحملات التشجير وكذلك الأفراد عبر تأمين الاحتياجات المستقبلية من النباتات المحلية وذلك مما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالتأكيد هذه المشروعات مشروعات إنشاء المشاتل إنتاج الأشجار والشجيرات بشكل عام تنترج ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية وكذلك الخاصة والمؤسسات غير ربحية كذلك يكون التعاون مع بيوت الخبرة العالمية لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير ويتم استقطابها المملكة وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنظيم وتنفيذ هذه المبادرة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي وتأهيل هذه المواقع في كافة مناطق المملكة التي ربما تشمل الغابات المراعي المتنزهات الوطنية كل هذا من أجل الحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال كذلك يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية في كافة مناطق المملكة إذن كل شكر الحقيقة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكذلك مكافعة ترجمة نانسي قنقر